لم تكن المعلومة التي كشفتها هيئة الضرائب جديدة على العراقيين فيما يخص فساد الأمانات الضريبية لكن التركيز عليها حمل عدة أسئلة من قبل العراقيين الذين يتمنون نهاية للفساد وبعد الحديث عن السرقة أعلن القضاء العراقي عن تورط خمس شركات عراقية واستدعاء عشرات المسؤولين مع برلمانيين بتهمة التواطئ بهذه القضية لكن المعلن هو إلقاء القبض على شخص واحد فقد قيل إنه متورط والسؤال هنا متى سيتم القبض على باقي الحيتان؟ وليس لهذه القضية التي أثيرت نهاية من ناحية الأسئلة فقد أطلقت عليها أحزاب وفصائل ومنصات تابعة لها أنها سرقة القرن لكن السؤال الذي أطلقه منقبون لماذا اعتبرت سرقة القرن وهي لا تنفس السرقات والأرقام التي تكفي لإعادة أعمار العراق وتبخرت؟ حيث يؤكد خبراء اقتصاديون أن مجمل الإرادات العراقية للفترة التي تم إحصاؤها بين 2003 و2022 بلغ تريليون ومئة وتسعة مليارات دولار أمريكي في وقت بلغ مجموع النفقات لتيكا الفترة تسعمائة وثمانية وتسعين ملياراً وستمائة واثنين وثلاثين دولار أي أن هناك وفرة في خزينة الدولة بلغت مئة وعشرة مليارات ومئة وستة وستين مليون دولار فأين ذهبت؟ ويشخص باحثون ومتابعون للشأن السياسي أن التركيز على هذه القضية وإطلاق سرقة القرن عليها من قبل جهات سياسية معينة ومنصة إعلامية تابعة لها هي محاولات لنسيان باقي السرقات الكبرى والتي يمكن أن تكون سرقة القرون كلها بحسب وصفهم ولا تصل ما سميت بسرقة القرن إلى ثلاثة مليارات دولار حيث هناك سرقة وأحاديث غضى النظر عنها من قبل نفس الجهات التي تروج لما يسمى بسرقة القرن ومن أمثلة ذلك رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كان قد كشف في 2014 عن وجود نحو خمسين ألف موظف وجندي في وزارة الدفاع وهم فضيون أما في 2015 فكشف عادل عبد المهدي الذي كان يشغل منصب وزير النفط أن الموازنات العرقية منذ 2003 ولغاية 2015 بلغت ثمانمائة وخمسين مليار دولار وأن الفساد في العرق أهدر أربعمائة وخمسين مليار دولار كما كشف أن استغلال المناصب من جانب المسؤولين لمصالح خاصة كلف الدولة خمسة وعشرين مليار دولار وفي 2021 كشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح أن أموال العرق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار فيما يؤكد أن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العرق إلى الخارج تقدر بنحو مائة وخمسين مليار دولار ويعتقد سياسيون واقتصاديون أن حجم الأموال المهربة تترابح بين ثلاثمائة وخمسين وستمائة مليار دولار للفترة من عام 2006 ولغاية عام 2018 ولم تتطرق الجهات التي تركز على ما تسميها بسرقة القرن لهذه الأرقام وليس بعيدا عن هذا الوقت فقد كتب السحفي الأمريكي روبرت وورث لمجلة نيويورك تايمز تقريرا شهيرا عن منافذ الفساد الرئيسية أو كما عبر عنها بشبكة الصرف الصحي التي أشار في واحدة منها إلى أن سياسيين عرقيين هربوا قرابة مائة وخمسين مليار دولار إلى بنوك الخارج ويمكن أن تصل هذه المليارات المسروقة لثلاثمائة مليار دولار كما تترق إلى تحول عشرة مليارات دولار من أموال العرقيين المسروقة إلى استثمارات عقارية في لندن وصولا إلى صفقات تجارية مشبوهة مع إيران تمثلت بإنفاق أربعة مليارات دولار لشراء بالطيخ وتماطم خلال عام واحد كتب التقرير بالوثائق في تموز من عام 2020 ولم تنظر له أي جهة سياسية ولم تطلق على أرقامه حتى بسرقة الشهر منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة